اللقاءات الثنائية اللي عملها فخمة الرئيس ويمكن من أبرزها لقاءه مع الرئيس الفرنسي وأيضا مفاوضة الاتحاد الأوروبي بالتأكيد زي ما أنا عشرت في البداية أن في الواقع في أي مؤتمر بيكون مؤتمر موازي وهو اللقاءات الثنائية مع القيدات الموجودة في المؤتمر في معظم التحليلات دائما الناس بتركز على مؤتمر موضوعه فقط وما تاخدش في اعتبارها أن اللقاءات الثنائية هي الأساس في تطوير العلاقات يعني يمكن المؤتمر بيبقى مسرح للحديث وكلمات وما إليه لكن تطوير العلاقات حقيقة بيكون فيه اللقاء السنائي ما بين القادة أو سلاسي فبالتالي اللقاء السنائي ما بين الرئيس عفتاح السيسي والرئيس مكرون النقطة مهمة جدا لأن فرنسا دولة فاعلة في كل القضايا الموجودة في المنطقة العربية خصوصا المشرق العربي طبعا مش بس المغرب العربي لأنها طبعا علاقتها مغرب العربية طويلة وخصوصا تونس والمغرب والجزائر ولكن في المشرق العربي دورها في لبنان حتى في العراق كان فيه زيارة مؤخرة للرئيس مكرون ثم دورها في ليبيا دور معسر جدا واهتمامها أيضا بقضايا الأخرى زي القضايا الليبية وقضايا السودانية وما إلي المنطقة بتاعتنا منطقة مشتعلة ولم يكن لمصر دور فاعل في أن يكون تجمع وتحشد الموقف الدولي لكي يساعد على حال هذه المشاكل حال نستمر في هذه الموقف الذي لا نحصد عليه وبالتالي عندما يتحرك الرئيس عفتاح السيسي للقاء مع مكرون ومع زي ما أشرت أنت الرئيس الفوضية الأوروبية يتحدث عن كيفية أن نخلق مناخ لحل هذه القضايا وبالتالي دي أحد القضايا الأساسية التي ترحى طبعا هذه اللقاءات جاءت فيه جو ويسيطر عليه القلق من ماذا يحدث في أوكرانيا والصدامة بين الروسيا والغربة بشكل عام هذا طبعا موقف صعب جدا والحد الوقت مش واضح ماذا سيحدث وما إليه ولكن على الأقل كان هناك اتفاق مبدئي فيه تقديري ما بين مصر وفرنسا على ما يمكن أن يجري فيه التالت مشاكل الأساسية لكلمة عنهم هي الليبيا ولبنان والعراق وبالتالي ده التصوري أن النخش تركز على هذا وتبين هذا عندما المجلس النواب الليبي عين رئيس وزراء جديد أن مصر وفرنسا كلاهما عيدوا الفكرة وطرحوا أن يكون فيه دعم للتحرك نحو الانتقابات المائلية وبالتالي هناك تلاقي في الأفكار المصرية والفرنسية طبعا التلاقي المصري الفرنسي ده له تاريخ طويل من أيام محمد علي ومائلي دايما هناك علاقة ودية ما بين مصر وفرنسا والشعب الفرنسي يقدر جدا الثقافة المصرية والحضارة المصرية القديمة مائلية وبالتالي يجب أن نستفيد من هذا الزخم ونستفيد من تطوير هذه العلاقات وأنا أعتقد أن العلاقات الحالية سواء في مجالها السياسي أو مجالها العسكري أو مجالها الثقافي متطورة جدا طيب ويجب أن نستفيد منها أيضا كان فيه اللقاء مع النورينج وده مهم خالص أظن بالتأكيد دول الشمال الأوروبي سعيد بالضبط نحن نهتم يجب أن يكون لدينا اهتمام بكافة الدول الأوروبية وما يجب أن نركز على دولة واحدة ونترك دول أخرى وفي الماضي كان فيه تركيز كبير جدا على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبس يعني إيطاليا كمان إنما يجب أن نتحرك في كل المجالات وكان من الحاجات التي تقدر جدا لرئيس الفتاح السيسي أنه ما يسمى بالدبلوماسية الرئاسية تحرك لكي يطور علاقتنا بوسط أوروبا في اللقاءات هناك وبالتالي الوقت نحن نتحرك لتطوير علاقتنا مع الشمال السكندينيفيا الشمال الأوروبي هذه هي هذه التحركات مفيدة لأنها في النهاية عندما تفتح هذه القنوات الاتصال على أعلى مستوى بهذا الشكل تستطيع أن تؤثر على القرارات بشكل أكثر وضوحا وأكثر عمقا بينما عندما يكون بس اللقاءات على مستوى سفير وعلى مستوى وفود رايحة وجاية ما يبقاش فيه هذا الزخم الذي يستطيع أن نستفيد منه في الفترة الحالية بالإضافة كده كان فيه لقاء مع رئيسة تونس وتونس تمر مرحلة صعبة جدا مرحلة مخاب وبالتالي عندما يكون الرئيس يدعم التحرك في تونس نحو الاستقرار وما إليه دي برضو كانت نقطة مهمة جدا في اللقاءات التي حدثت بشكل عام هذه اللقاءات الأربعة تمثل نموذج للتحرك المصري والتحرك الرئاسي وما يسمى الدموناسية الرئاسية يعني نحن الوقت نتحرك في الدموناسية ليس بس على مستوى الدموناسية التقليدية وزنة الخارجية والسفراء نتحدث على ثلاث مستوى الدموناسية الرئاسية مستوى الدموناسية الأصيلة ثم مستوى الدموناسية الشعبية نتحرك أيضا مجلس الشعب ومائلي ومجلس النواب والشخصيات العامة ومائلي عندما نستطيع أن نأمل استراتيجية متكاملة لترابط هذه العناصر نستطيع أن نؤثر بشكل فعال على العالم حولنا